انطلقت في أذربيجان القمة العالمية لقادة الأديان تحت شعار من أجل كوكب أخضر بمشاركة قادة ورموز الأديان حول العالم مجتمعين من أجل المناخ وذلك في إطار استضافة الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ ويشارك في القمة التي نظمتها إدارة مسلمي القوقاز بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين ورئاسة مؤتمر الأطراف واللجنة الحكومية للمؤسسات الدينية بأذربيجان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكثر من 300 ممثل حكوميا حول العالم وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الدولية والشخصيات الدينية العالمية البارزة وقد شارك من الأردن الأبن بيل حداد مدير مركز التعايش الديني في عمان وتهدف القمة العالمية لقادة ورموز الأديان إلى تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به الأديان ضمن الجهود العالمية الرامية إلى معالجة قضايا تغيير المناخ وإبراز الموقف الموحد لقادة الأديان العالمية والتقليدية الذين يجمعهم رفض الحروب والدمار البيئي والعمل المشترك من أجل حل النزاعات سلميا وتوفير منصة للحوار بين الخبراء والعلماء والأكاديميين والزعماء السياسيين والدينيين وممثلي المنظمات الدينية والعامة والدولية حول التحديات الملحة التي تهدد العالم الحديث مع التركيز بشكل خاص على الحروب والأزمات البيئية بغيت تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغيير المناخ وتوجيه نداء عالمي مشترك للحد من الكوارث البيئية وحفظ السلام العالمي ما من شأنه التوصل إلى رؤية مشتركة تدعو إلى وقف العنف والحد من التسلح وحماية كوكب الأرض من التهديدات البيئية